موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب والاسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلكوم من خلال هذا المعرف صفحة 64 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Are you healthy؟ هل أنت صحي؟ هذه كلمة مهمة healthy معناها صحي أحاول أحفظها وعكسها كلمة unhealthy غير صحي اللي رح نجي نأخذها بالدقائق القادمة هذا الدرس يتحدث بشكل أساسي عن الأكلات الصحية والغير صحية ويجب على التنمية أن يعرف هل هذه الأكلة صحية أم غير صحية فبالدقائق القادمة إن شاء الله رح نوضح شن الأكلات الصحية شن الأكلات الغير صحية شون تجينا بالامتحان شن نحفظها من أدهن وشن النشاطات المطلوب من أدنى حفظها من خلال هذا الدرس بأسفلها نكتوب listen and read استمع وقرأ مثل ما وضحنا بدروس سابقة إن listen and read هي نصوص للقراءة يستمع التلميذ للأستاذ هو يقرأ الناس يتبع وياه وبعدها يحاول يقرأ مثل ما قرأ الأستاذ فحاول تتبع وياه أثناء قرأتي لهذا النص ومن خلالها كذلك نوضح مفرداتها At school في المدرسة We are doing a survey نحن نقوم بعمل A survey إحصائية About being healthy عن كيفية أن نكون صحيين It is cold تدعى Are you healthy? هل أنت صحي? We asked questions to all the pupils سألنا أسئلة لجميع التلاميذ In our class في صفنا Look at what they said انظر إلى ما قالوه You need to understand these two new words يجب عليك فهم هاتين الكلمتين Fruit and vegetables الفواكه والخضروات This is a fruit هذه صورة للفواكه These are vegetables وهذه صورة للخضروات نلاحظنا من خلال ال is وال are أن الفروت هي غير معدودة والفجتبلز جمع معدودة لذلك استخدمنا is مع الفروت وال are مع الفجتبلز اللي بيها السجمع بعد ما قرأنا النص وحاول التلميذ أن يقرأ ننتقل للنشاط الآخر Read the questions اقرأ الأسئلة and match them to the answers on next page وطابقها مع الأجوبة في الصفحة القادمة إذن هنا مثل ما وضحنا قبل دقيقة أنهم قاموا بسؤال تلاميذ عن الطعام الصحي اللي يأكلوه فهنا نلاحظ أن هذه صورة الشخص اللي دي يسأل التلاميذ يقول له Do you eat lots of fruit and vegetables هل تقوم بأكل الكثير من الفواكه والخضروات على المدى يعرف أنه إذا كان هذا الشخص صحي أو هذا التلميذ صحي أو غير صحي يقول لك اقرأ هذا السؤال ووصله بالإجابة المناسبة اللي موجودة بالصفحة الثانية من كتاب الطالب هذه الإجابات اللي موجودة بالصفحة الثانية رح حاول أطابقها أو أجيب الجواب المناسب لهذا السؤال إذن السؤال هو Do you eat lots of fruit and vegetables هل تأكل الكثير من الفواكه والخضروات فهنان Do you eat أما يكون الجواب عنها Yes I do أو No I don't خلنا نجي نشوف الجواب المناسب لها Yes I go cycling نعم أنا أذهب لقيادة الدراجة الهواية غير مناسب I always play computer games أنا دائما ألعب ألعاب الحاسوب كدعالي غير مناسب No I don't I only like apples and carrots كلا أنا فقط أحب التفاح والجزر نعم هذا أكثر خيار مناسب للجملة الأولى فأكتب رقم السؤال أمام هذا الجواب إذن السؤال Do you eat lots of fruit and vegetables هل تقوم بأكل الكثير من الفواكه والخضروات إجابة No I don't كلا أنا لا أفعل I only like apples and carrots أنا فقط أحب التفاح والجزر نكمل السؤال الثاني سئلة شخص آخر أو تلميذ آخر Do you sleep for 9 or 10 hours every night هل تقوم بالنوم لمدة 9 أو 10 ساعات في الليل شن الجواب المناسب خلنا نجي نشوف الأجوبة Yes I go cycling نعم أنا أذهب لقيادة الدراجة الهوائية غير مناسبة I always play computer games أنا دائما ألعب ألعاب الحاسوب كذلك غير مناسبة I don't like water أنا لا أحب الماء غير مناسبة No I only have sweets at the weekend أنا فقط أأكل حلويات في أطلة نهاية الأسبوع كذلك غير مناسبة Well let's count حسنا بعينا نحسب I never go to bed before 9 o'clock أنا أبدا لا أذهب إلى النوم قبل الساعة التاسعة and I get up at 7 o'clock وأصحى الساعة السابعة فخلنا نجي نحسب من الساعة التاسعة إلى الساعة السابعة يكون نومها حوالي 10 ساعات إذن هذا أكثر جواب مناسب لهذا السؤال فأوضع رقم السؤال أمام هذا الجواب No 3 ثالثا Do you drink enough water هل تشرب الماء الكافي إذن شرب الماء الكافي هو شيء صحي فشي جاوبها أكيد يقولها I don't like water أنا لا أحب الماء I only drink limonade or cola أنا فقط أشرب عصير الليمون أو الكولا إذن هذا الجواب المناسب للسؤال أوضع رقم السؤال أمام هذا الجواب No 4 Do you exercise هل تقوم بالتمرين فشي جاوب المناسب قيلها yes نعم I go cycling أنا أذهب لقيادة الدراجة الهوائية and play tennis sometimes وبعض الأحيان ألعب التنس إذن هذا أكثر جواب مناسب للسؤال فوضع رقم السؤال أمامه هل تقوم بالتمرين نعم أنا أذهب لقيادة دراجة الهوائية هيتعتبر التمرين وكذلك العب التنس تعتبر من التمارين الرياضية No 5 Do you eat a lot of sweets هل تقوم بأكل الكثير من الحلويات كيكس الكيك and biscuits والبسكويت شن الجواب المناسب أكيد يقولها no كلا I only have sweets at weekend أنا فقط أحظى بالsweet في أطلق نهاية الأسبوع We sometimes have cake or biscuits وفي بعض الأحيان نأكل الكعك والكيك إذن هذا أكثر خيار أو جواب مناسب للسؤال فوضع رقم السؤال لو رقم 5 أمام هذا الجواب No 6 Do you watch lots of TV or play lots of computer games هل تشاهد الكثير من التلفاز وتلعب الكثير من ألعاب الحاسوب شن الجواب المناسب I always play computer games أنا دائما ألعب ألعاب الحاسوب or watch TV أو أشاهد التلفاز in the evening في المساء أو في الليل فهذا أكثر جواب مناسب للسؤال فأوضع رقم السؤال أمام هذا الجواب هذا ما يخص هذا النشاط عبارة عن أسئلة وأجوبة ستاة شن اللي أحفظه من هذا النشاط هذا النشاط بسيط لاحظنا أنه من خلال بعض الكلمات قدرنا نحدد الجواب من الممكن يجيني بالسؤال الثاني يفرع بي يجيب لي حقلين أسئلة وأجوبة وصل الأسئلة بالأجوبة المناسبة إذن لازم أعرف كل سؤال شن يكون جوابه على مد أقدر أجاب هذا النوع من الأسئلة اللي ممكن يجيني بسؤال وصل هذا النشاط بسيط جدا وقدرنا نحدده من خلال بعض الكلمات اللي موجودة بالسؤال وكذلك موجودة بالجواب من خلالهن نعرف أن هذا الجواب مناسب لهذا السؤال ننتقد النشاط الآخر أي تلاميذ الذين تعتقد بأنهم أعطوا إجابة صحية إذن أخلي الأسئلة قدامي والأجوبة وأحدد أنه إذا كان هذا التلميذ جوابه صحي لو غير صحي وكذلك التلميذ الثاني والثالث وهكذا أشوف السؤال وأشوف جواب التلميذ وأحدد أن أقول للتلميذ الأول أنت جواب صحي أو غير صحي التلميذ الثاني أنت جواب صحي أو غير صحي وهكذا فأحاول أحدد إجابات التلميذ إذا كانت صحية أو غير صحية نجعل الأول التلميذ الأول إذا منطي جواب صحي أو وضع صح وإذا ما منطي جواب صحي أو كان جوابه غير صحي أعيفه وما أوضع عليها صح أو أخلي عليها علامة خطأ فأنا رح أعيفه ما أخلي عليها صح اللي منطي جواب غير صحي مثلا نمبر وان أولا سؤاله هل تأكل كثير من الفواكه والخضروات نجح نشوف قال له كلا أنا لا أفعل أنا فقط أأكل التفاح والجزر هذا الجواب صحي لو غير صحي نحن نعرف أن الأبلز التفاح والكاروت الجزر هن أكلات صحية لذلك التلميذ الأول كان جوابه صحي فأوضع صح أقول للتلميذ الأول كان جوابه صحي نمبر تو هل تنام لمدة تسعة أو عشر ساعات باليوم إذن النوم الصحي هو تسعة إلى عشر ساعات خلنا نشوف شنو كان جوابه التلميذ الثاني كان جوابه أنا أبدا لا أذهبي للنوم قبل الساعة التاسعة وأصحى الساعة السابعة إذن هو ينام عشر ساعات متواصلة إذن كان جوابه صحي فأوضع صح على إجابة التلميذ الثاني أقول للتلميذ الثاني كان صحي نمبر ثري هل تشرب الماء الكافي؟ نحن نعرف أن نشرب الماء صحي إذا الشخص ما يشرب ماء إذن هو شخص غير صحي فنشوف شنو جوابه هذا التلميذ نمبر ثري جوابه أنا لا أحب الماء أنا فقط أشرب عصير الليمون أو الكولا هذا الجواب صحي هذا الجواب أبدا غير صحي لذلك النقطة الثالثة أو التلميذ الثالث كان جوابه غير صحي فأتركه فارغ وما أجاوبه نمبر ثور رابعة هل تقوم بالتمرين؟ هنشوف شنو جوابه هذا التلميذ إذا يقوم بالتمرين إذن هو شخص صحي وإذا ما يقوم بالتمرين إذن هو شخص غير صحي فهنشوف نمبر ثور أنا أذهب لقيادة الدراجة الهوائية وفي بعض الأحيان نلعب التنس هذه كذلك رياضة إذن هو يقوم بعملية التمرين إذن هو شخص صحي لو غير صحي أكيد الشخص هذا صحي فأوضع صح على إجابة هذا الشخص إذن هو شخص صحي على إجابة التلميذ الرابع نمبر خامسا هل تقوم بأكل الحلويات؟ الكيك؟ البسكويت؟ هذه الأمور غير صحية فإذا كان يأكل هذه الأمور هو شخص غير صحي وإذا كان ما يأكلهن فهو شخص صحي خلنشوف إجابته التلميذ الخامس نمبر خامس أنا فقط أكل الحلويات في أطل نهاية الأسبوع وفي بعض الأحيان أحيان قليلة نأكل الكيك والبسكويت هل هذا شخص صحي؟ لو غير صحي إذن هذا أكيد الشخص صحي لأنه فقط أكل الحلويات في أطل نهاية الأسبوع لأن الحلويات مضرة هل تشاهد التلفاز أو تلعب ألعاب الحاسوب؟ إذا كان يلعب ألعاب الحاسوب لمدة طويلة؟ هذا الشخص غير صحي وإذا كان ما يلعب هذا الشخص صحي نشوف إجابته نمبر سيكس أنا دائما ألعب ألعاب الحاسوب هذا الشيء غير صحي إذن كانت إجابة هذا التلميذ غير صحية اللي هو التلميذ السادس فعيفة ما أوضع عليه علامة صح أو أوضع عليه علامة خطأ أنا ما أخص هذا النشاط مجرد يريد يخلينا ميز بين الأمور الصحية والغير صحية اللي قاموا بها هؤلاء التلاميذ بعدها يقول لك أجب بإجاباتك الخاصة على هذه الأسئلة هنا أنا يسأل التلميذ يقول لك أنت جاوبني حسب ما تقوم به بشكل يومي عن هذه الأسئلة مثلا يسألك أنت التلميذ يقول لك هل تقوم بأكل كثير من الفواكه والخضروات فالتلميذ مخير إذا يشوف نفسي يأكل كثير من الفواكه والخضروات يقول لك أو يجاوب مثل الجواب اللي جاوبو هؤلاء التلاميذ فمثلا أنا جاوبت قلت نعم أنا أفعل أنا أكل كثير من الفواكه والخضروات بعد نمبر 2 ثانية هل تنام لمدة 9 أو 10 ساعات كل ليلة إذا الشخص ينام لمدة 9 أو 10 ساعات يقول يسأل وإذا كان ينام متأخر أو يسهر وينام لمدة قليلة فيقول فمثلا أقول No I don't كلا I usually sleep for 7 hours أنا بالعادة أنام لمدة 7 ساعات بعد نمبر 3 ثالثا Do you drink enough water هل تشرب الماء الكافي كذلك التلميذ مخير أما يقول Yes I do I like water نعم أنا أفعل أنا أحب الماء أو No I don't كلا I don't like water أنا لا أحب الماء كيف التلميذ مخير أن يجاوب هذا السؤال بطريقة الخاصة فمثلا أقول Yes I do نعم أنا أفعل I like water أنا أحب الماء نمبر 4 Do you exercise هل تقوم بالتمرين أو هل تتمرن فكذلك التلميذ إذا يشوف نفسي تتمرن كل يومية يقول Yes I do أو No I don't إذا كان ما يتمرن فمثلا Yes I do نعم أنا أفعل أنا أقوم بالتمرين I always go running in the morning أنا دائما أذهب للركض في الصباح وهذا الشيء يعتبر من التمرين نمبر 5 Do you eat lots of sweets and cakes and biscuits هل تقوم بأكل كثير من الحلويات الكيك البسكويت فكذلك التلميذ مخير No I don't I don't like sweets كلا أنا لا أفعل أنا لا أحب الحلويات بعد نمبر 6 Do you watch TV or play lots of computer games هل تشاهد التلفاز أو تلعب ألعاب الحاسوب كذلك التلميذ مخير مثلا يقول No I don't هذا ما يخص هذا النشاط هذين النشاطين نشاطات صفية غير مهمة بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي مجرد الأستاذ يسأل التلاميذ عن رأيهم عن هذه الأسئلة هل يقومون بعمل هذه الأشياء الصحية أو غير صحية وينصحهم يخليهم يميزون بين الأشياء الصحية والغير الصحية مثلا شرب الماء الكافي هذا الشيء صحي الأستاذ ينصح التلاميذ بشرب الماء الكافي بعد الاكسرسايز التمارين كذلك هذا الشيء صحي السويتس الحلويات غير صحية ينصح الأستاذ التلاميذ بأن يبتعدون عنها وهكذا ننتقل إلى كتاب النشاط Do the health survey أفعل هذه الأحصائية الصحية هذا التمرين مهم جدا يجب على التلميذ أن يميز بين الأشياء الصحية وغير الصحية قبل دقيقة تقريبا عرفنا جميع الأشياء الصحية والغير الصحية فرح يصير علينا سهل أن ننحل هذا التمرين بالامتحان من الممكن أن يجيب لي خمس نقاط بسؤال المفردات ويطلب من عندي أن أوضح أن هذا الشيء صحي healthy لو unhealthy غير صحي يقول لي هل هذه الأشياء صحية إذا كانت صحية أوضع حرف الـ وإذا كانت unhealthy غير صحية أوضع حرف الـ هذا أني كلمتين جدا مهمات أحاول أحفظهم على مد أقدر أجاوب هذا السؤال إذن لازم التلميذي يميز بين الأشياء الصحية والغير الصحية وللشون تجيني بالامتحان تجيني مثل هذا التمرين number one أولا drink lots of water شرب الماء الكافي هل هذا الشيء صحي أو غير صحي هو يموضح لي H هي المختصر مع healthy معناها صحي شرب الماء الكافي صحي شيء صحي number two play computer games at night لعب ألعاب الحاسوب في الليل هل هذا الشيء healthy is it healthy صحي أوضع H or unhealthy غير صحي أوضع U نحن نعرف أن ألعاب الحاسوب في الليل شيء غير صحي لأنها تؤثر على العين إذا نخلي حرف الـ اللي هو مختصر مع الـ unhealthy غير صحي number three ثالثا eat lots of sweets and cookies أكل الكثير من الحلويات والمعجنات is it healthy هل هذا الشيء healthy صحي أوضع حرف الـ H or unhealthy غير صحي أوضع حرف الـ U ذكرنا قبل دقائق أن أكل الحلويات والسويت غير صحي فأوضع حرف الـ U number four play sports after school لعب الرياضة بعد المدرسة نحن نعرف أن الرياضة شيء صحي is it healthy هل هو healthy صحي or unhealthy غير صحي نحن نعرف أن الـ sports الرياضة هي شيء صحي فأوضع حرف الـ H اللي هو مختصر مع الـ healthy صحي number five خامسا drink lots of lemonade and cola شرب الكثير من عصير الليمون أو الكولا is it healthy هل هو صحي or unhealthy غير صحي شرب الكولا ولا عصير الليمون غير صحي فأوضع حرف الـ U go to bed early and sleep for eight or nine hours الذهاب إلى النوم باكرا والنوم لمدة ثمان أو تسع ساعات is it healthy هل هي صحية or unhealthy غير صحي نحن نعرف أن النوم الكافي لجسم الإنسان هو ثمانية إلى عشر ساعات إذن هل هذا الشيء صحي أو غير صحي إذن أكيد هذا الشيء صحي الذهاب إلى النوم باكرا don't have breakfast before school عدم أكل الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة is it healthy هل هو صحي or unhealthy غير صحي أكيد هذا الشيء غير صحي يجب أن نحظى بالإفطار قبل المدرسة number 8 eat lots of fruit and vegetables أكل الكثير من الفواكه والخضروات is it healthy هل هو صحي or unhealthy غير صحي نحن نعرف أن الفواكه والخضروات صحية فأوضع حرف ال H اللي هو مختصر مع healthy صحي number 9 watch TV and go to bed after 11 o'clock مشاهدة التلفاز والذهاب للنوم بعد الساعة الحادية عشر ليلا is it healthy هل هو صحي or unhealthy غير صحي أكيد هذا الشيء غير صحي نذهب للنوم المتأخرين بأوضع حرف ال U أما number 10 drink lots of coffee everyday شرب الكثير من القهوة كل يوم is it healthy هل هو صحي or unhealthy غير صحي شرب الكثير من القهوة كل يوم هو شيء غير صحي لذلك أوضع حرف ال U هذا ما يخص هذا النشاط أحاول قدر المستطاع أحفظ ذن الجمل كل جملة هل هي healthy صحية أو unhealthy غير صحية أنا من أقدر أجاوب عنها بالامتحان إذا أجاب ليها بسؤال المفردات وكذلك أحفظ ذن الكلمتين healthy صحي و unhealthy غير صحي تمريم B listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك ما يحتاج نستمع للمقطع الصوتي ونتأكد من إجاباتنا لأن إحنا متأكدين من إجاباتنا أما تمريم C look at the survey and take the things you do انظر إلى الإحصائية انظر إلى هذه الإحصائية ووضع الصح على الأشياء التي تفعلها هنا يسأل التلميذ يقول لها هل تقوم بشرب الماء الكافي نلاحظ أن هذا التمرين تمريم C متعلق بهذا النشاط وين أوضع الصح أوضع الصح على ذن المربعات يسأل التلميذ يقول لها drink lots of water شرب الماء الكافي هل تقوم بشرب الماء الكافي إذا يقوم بشرب الماء الكافي يوضع صح وإذا ما يقوم بهذا العمل يوضع خطأ إذن هذا يعتمد على إجابة التلميذ فأنا مثلا قلت لها أنا أشرب الماء الكافي ألعب العاب الحاسوب لا أكل الحلويات فأوضعها فارغة ألعب الرياضة بعد أشرب الكثير من عصير الليمون لا أنام لمدة 8 إلى 9 ساعات مثلا لا أحظى بالإفطار هذا الشيء يقوم به مثلا أن التلميذ مخير أنه يختار الأشياء التي يقوم بها والأشياء التي لا يقوم بها بعد تمرين دي count your ticks أحسب عدد الصحات التي قمت بعملها write your scores واكتب عددهم كم عدد الأشياء الهيلثي الصحية التي قمت بعملها فأنا أجي أحسب شرب الماء الكافي هذا الشيء صحي وأنا أقوم بعمله هذه وحدة بعد لعب الرياضة هذا الشيء صحي أقوم بعمله هذا الثانية بعد أكل الكثير من الفواكب والخضروات هذا العمل صحي أقوم بعمله هذه الثلاثة إذن عدد الأشياء التي قمت بعملها ثلاث أشياء فأكتب هنا ثلاثة بعد عدد الأشياء الغير صحية التي قمت بعملها أجي أحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة أشياء غير صحية قمت بعملها فأكتب أربعة وبالتالي ثلاث أشياء صحية قمت بعملها وأربعة أشياء غير صحية قمت بعملها كذلك هذه تعتمد على رأي التلميذ تمرين قارن إجاباتك أو الأشياء الصحية والغير الصحية التي تقوم بعملها مع زميلك وفكر بأشياء صحية تقوم بعملها هذه النشاطات الثلاثة النشاطات الصفية غير مهمة فقط تمرين أي تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري أحاول أميز بين الأشياء الصحية والغير الصحية لما يمكن تجين بالامتحان بهذه الصيغة يجيب الجمل ويطلب من أندي نوضح هل هذه الأشياء الصحية أو غير صحية أما تمرين read about رضا أقرأ عن رضا إذن هذه الشخصية رضا يتحدث عن نفسه and مروة وكذلك مروة اللي موجودة بأسفل هذا النشاط how many healthy and unhealthy things they do كم عدد الأشياء الصحية والغير الصحية التي يقومون بعملها إذن هذا رضا يتحدث عن نفسه أجي أقرأ النص يطلب من أنني أقرأ وأحسب الأشياء الصحية والغير الصحية اللي يقوم بعملها فيجي أقرأ النص وبعدين أحسب الأشياء الصحية والغير الصحية اللي يقوم بعملها I get about 7 o'clock أنا أصحى الساعة السابعة صباحا and I have breakfast وأحظى بالإفطار before I go to school قبل أن أذهب إلى المدرسة I cycle to my school أنا أقوم بقيادة الدراجة الهوائية إلى المدرسة It's two kilometers from my house إنها تبعد حوالي 2 من الكلمات عن بيتي I eat a big cheese sandwich and a packet of cookies أنا أكل شطيرة كبيرة من الجبن وpacket of cookies وحزمة من الكعك أو المعجنات for lunch للغداء and I drink cola وأقوم بشرب الكولا after school بعد المدرسة I do lots of things أفعل كثير من الأشياء I watch TV أشاهد التلفاز for three hours لمدة ثلاث ساعات then I do my homework بعدها أقوم بعمل الواجب البيتي there is a computer in my room هناك حاسوب في غرفتي so I often play computer games with my friend at night لذلك أنا دائما أو غالبا أقوم بلعب لعب الحاسوب مع صديقي في الليل I usually go to bed at 11.30 أنا غالبا أو عادة أذهب للنوم ساعة الحادي عشر والنصف on Saturday يوم السبت I usually play football in the park with my friends أنا عادة أقوم بلعب كرة القدم مع أصدقائي في المتنزة هذا ما يخص النص اللي كاتب أرضى عن نفسه أجي أحسب healthy things الأشياء الصحية وال unhealthy things الأشياء الغير صحية اللي يقوم بعملها رضى مثلا I get up at 7 o'clock أصحى الساعة السابعة هذا شيء صحي I have breakfast before I go to school أحظى بوجبة افطار قبل أن نذهب لمدرسة هذا الشيء الصحي الثاني لحد الآن الثنين من الأشياء الصحية I cycle to my school أذهب بالدراجة الهوائية هذا شيء صحي بعد I eat big cheese and packet of cookies حزمة من المعجنات هذا غير صحي بعد drink cola غير صحي after school I do lots of things I watch TV for 3 hours هذا غير صحي I do homework there is a computer I often play computer games ألعب ألعاب الحاسوب غير صحية I usually go to bed at 11.30 هذا غير صحي بعد I usually play football ألعب كرة القدم هذا صحي إذن أربع أشياء صحية يقوم بعملها فيكتب healthy things أربعة الآن نحسب الأشياء الغير صحية اللي قام بعملها رضا أولا I eat big cheese sandwich and packet of cookies هذا شيء غير صحي حزمة من المعجنات في الغداء غير صحية بعد drink cola غير صحي هاي اثنيا watch TV for 3 hours مشاهدة الفاز لمدة 3 ساعات غير صحي هاي ثلاث أشياء غير صحية play computer games لعب ألعاب الحاسوب هذا الشيء غير صحي أربع أشياء بعد يذهب ل النوم الساعة الحادي 10 ونصف هاي الشيء غير صحي هاي خمسة أشياء غير صحية فاكتب على ذي الأشياء الغير صحية اللي قوم بعملها رضا هي خمسة أشياء بالأخير أحسب على ذي الأشياء الصحية والغير صحية اللي قوم بعملها رضا هي تسعة أشياء فاكتبها بهذا الحقل نعuntu الشخصية الثانية اللي هاي شخصية مروة كذلك تتحدث عن نفسها ونحسب الأشياء الصحية والغير الصحية التي تقوم بعملها وبالأخير النتيجة النهائية مروا تقول أنا أصحى متأخرة معظم الأيام هذا الشيء غير صحي وأذهب إلى المدرسة أنا ليس لدي وقت لأحظى بالإفطار أأكل الشوكولات في سيارة أبي في طريق المدرسة أأكل الكثير من الفواكه والخضروات ومرتان في الأسبوع أعمل رياضة الجمناستيك بعد المدرسة أتحدث مع أصدقائي أو شاهد تلفاز مع عائلتي أشاهد تلفاز من ثلاث ساعات أنهي الواجب البيتي أذهب إلى النوم أذهب إلى التسوق مع أمي أذهب إلى الكافة ونشرب عصر الليمون أو عصر برتقال أأكل الكيك ثم نذهب إلى المدرسة بعدها نسير المتنزة ونتظر أبي لكي يأتي في السيارة نحسب الأشياء الصحية والأشياء الغير صحية التي تقوم بعملها مروة نحسب الأشياء الصحية ليس لديها وقت لأحضاء بوجبة الإفطار هذا الشيء غير صحي لحد الآن ما جانا شيء صحي تقوم بعملها مروة أنا أأكل شوكولات غير صحي بعد في المدرسة أأكل كثير من الفواكه والخضروات هذا شيء صحي أأكل جمناستيك هذا شيء صحي آخر إذن اثنين من الأشياء الصحية بعد بعد سنة أتحدث مع أصدقائي أشاهد تلفاز غير صحية أشاهد تلفاز غير صحية أشاهد تلفاز لمدة ثلاث ساعات غير صحي I finish my homework at 9 o'clock and I go to bed تذهب إلى النوم الساعة التاسعة هذا الشيء صحي ثلاث من الأشياء الصحية I go shopping with my mom we go to the cafe I drink limonade or orange juice شرب العصير البرتقال شيء صحي أربعة من الأشياء الصحية بعد Then we walk to the park wait for my dad to come in his car إذن أربعة من الأشياء الصحية اللي تقوم بعملها مروة نجي الآن نسب الأشياء الغير صحية اللي تقوم بعملها مروة I get up late most days أنا أصحى متأخرة معظم الأيام and I go to school وأذهب إلى المدرسة I don't have time to eat breakfast أنا ليس لدي وقت لأأكل الإفطار إذن هذا الشيء غير صحي أول بعد I eat some chocolate وأكل الشوكولاتة in my dad's car في سيارة أبي هذا الشيء غير صحي آخر تقوم بعمله إذن الثاني من الأشياء غير صحية اللي تقوم بعملها مروة لحد الآن بعد At school I eat lots of fruit and vegetables هذا الصحي ما علاقة بها فأربعة من الأشياء الغير صحية تقوم بعملها الليموناد والكيك كنا من الأشياء الغير صحية فهكذلك شيء غير صحي تقوم بعملها أربعة من الأشياء الغير صحية اللي تقوم بعملها مروة Then we walk to the park Wait for my dad's to come in his car إذن أربعة أشياء غير صحية تقوم بعملها مروة بعد Final score كما علاقة الأشياء الصحية والغير صحية اللي تقوم بعملها مروة ثمان أشياء أكتب بهذا الحقل ثمانية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريد يدربني على القراءة باعتباره هو قلبي ببداية Read أقرأ وبعدها يريد يطلب من أني أني أحسب الأشياء الصحية والغير صحية من خلال التمرين السابق اللي وضحنا به الأشياء الصحية والغير صحية حسبنا عدد الأشياء الصحية والغير صحية اللي تقوم بعملها مروة ورضى بعد من الذي لديه النتيجة الأفضل من بين مروة ورضى عرفنا أن مروة أربعة من الأشياء الصحية وأربعة من الأشياء الغير صحية ورضى أربعة من الأشياء الصحية وخمسة من الأشياء الغير صحية إذن مروة هي الأفضل باعتبارها تقوم بعمل الأشياء الصحية مساوي لعادة الأشياء الغير صحية اللي تقوم بعملها أما تمرين H Write about yourself اكتب عن نفسك مثل ما رضا ومروة كتبوا عن نفسهم عن الأشياء الصحية والغير الصحية اللي يقومون بعملها حاول كذلك أنت تكتب عن الأشياء الصحية والغير الصحية اللي تقومون بعملها مثل ما عملت مروة ورضا هذا مجرد نشاط يريد يدرب التلميذ على الكتابة يحاول التلميذ قدر ما استطاعي يكتب مثل ما كتبت مروة ورضا ويسأل الأستاذ إذا كان أكو كلمة ما يعرفها أو يحتاج مساعدة في جملة معينة أثناء كتابة الناس هذا كان دلسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأشياء الصحية والغير الصحية وذكرنا أنه يجب أن نميز بين الأشياء الصحية والغير الصحية لأنه ممكن تجينا بالامتحان التحريري بموضوع المفردات على شكل جمل يجب أن نميز جمل الصحية والغير الصحية اللي يقوم بها كل شخص بالإضافة لذلك أخذنا نوع من أنواع الأسئلة اللي على شكل وصل وصل السؤال بالجواب باستخدام الوديو لايك والديو لايك والذيريز والذيرار اللي أخذناه هنا ببداية الدرس ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة